السجن المخفف لسوري طعن آخر بسبب نزاع على حزاء رياضي في فرالباك وده طبعا خلي ده خبر الفكاهة يعني هي ليست قضية فكاهة يعني لا يوجد أي شيء صراحة يعني مع الأسف لماذا هذا العنف أنا أعيد وأكرر يا سادة يا كرام يا الشباب السوري الموجودين بأي مكان لماذا هذا العنف المفرد طيب أخذ لك البوت أخذ لك تليفون يعني فيه آلية لأخذ الحق بجوز أن ما نعرفانين أن هنا فيه شرطة فيه تشكي يعني فيه سلطة بالمجتمع هنا هذا المجتمع ليس منفلت يعني مشان صبات بروح أو بوت رياضة أو حزاء رياضي بروح بيطعنه وبغزه وما بعرف شو بيعمل فيه تخيل يعني تخيل ست طعنات عشان حزاء رياضي فبصراحة هذا المجتمعات أنا يعني كما قال في مبادرة فورل بيرج يريدون تأهيل اللاجئين من خلال اتفاقية احترام القوانين وتعلم اللغة والقيام بأعمال تطوعية هذا يعني من الساعة الأولى لدخولك النمسا أنت ملزم بالاندماج شو يعني هذا الكلام يعني هذا الشخص الشاب أو الشاب أو أي شخص جاء إلى النمسا من اليوم الأول بيتم تعرفه بالقوانين يعني هون ما في فرصة هذا طالب اللجو بيجي بيبصم بعدين بيحاولوه على الكامب ما في فرصة يتعلم أصلا فيها صراحة القانون فلا خلي يكون فيه آلية ومنظومة معينة حتى يتعلم القانون يعرف أنه إذا حدا عمل لك شي بروح تشتك عليه على الشرطة بيجي الشرطة بتاخده من ودانه تأهله من كل شيء تعليميا وقانونيا من الساعة الأولى وبلغاتهم الأم هذا شيء ضروري هذا شيء ضروري يا سيد الكريم حتى تحفظ النمسا أمنها وحتى تحفظ للاجئين حقوقهم وحتى تخفف من الفوضى والعبثية الموجودة وحتى لا تشوه صورة الذين يريدون أن يعيشوا في السلام في النمسا 100% سيد الكريم مرابلني